قام معالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بزيارة تفقدية لأنشطة البرامج الصيفية التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة الدار وأدنك وعدد من المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة وذلك في أكاديمية اليسمينة بأبو ظبي وكذا معالي هنا نجح صندوق الوطن في تنظيم البرامج الصيفية لهذا العام قدم رؤية جديدة لهذه النوعية من البرامج حيث تخطى دورها من خلال تجربة الصندوق لكونها مكانا لشغل أوقات الفراغ لدى أبنائنا الطلبة والطالبات خلال الإجازة الصيفية إلى عمل منهجي متكامل له أهداف محددة وألية عمل واضحة ليصل برسالته إلى الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات حيث أن البرامج ركزت هذا العام على تعزيز الهوية الوطنية والتعريف بالرموز والقيادات التاريخية لدولة الإمارات وتمكين الشباب واكتشاف مواهبهم ودعم قيم الإبداع والابتكار لديهم اشتركوا في القناة